دعوكم من السياسة وتعقيداتها لنذهب إلى عالم الساحرة المستديرة هذه الساحرة المستديرة التي فيها الكثير من المال نعم كريستيانو رونالدو من غيره معشوق جماهير كرة القدم في العالم الذي يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدم من الفيفا للعام الثاني على التوالي في هذا الحفل الذي أقيم هنا مساء أمس في لندن لم لا؟ هو الذي ساعد فريقه ريال مدريد على الفوز بدوري أفطال أوروبا في حزيران الماضي ومن قبله الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية في العام الماضي من أجدر بتقديم هذه الجائزة مثل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا ما سر تفوق كريستياني ورونالدو على أرض الملعب أنا لا أعرف الإجابة هو الذي يجيب بذلت جهدا كبيرا على أرض الملعب وفي صالة التمارين الرياضية وعمضيت وقتا كثيرا مع مدرب اليقى البدنية وسكبت ماء باردا كثيرا على جسمي وماء ساخنا أيضا وخضعت لجلسات تدليك كثيرة وتناولت واجبات معينة لقد أخذ كل ذلك مني سنوات كثيرة من المواضبة رونالدو نشر صورتين له بعد الفوز بالجائزة على حسابه على إنستجرام الصورة الأولى له وهو يقبل هذه ويقبل هذه الجائزة بعد أن قبيلها حصدت هذه الصورة أربعة ملايين إعجاب الصورة الثانية هي له ولأفراد عائلته حصدت أكثر من مليون إعجاب مليون إعجاب تظنونها رقما كبيرا أليس كذلك؟ طيب كم تقدرون عدد متابعي النجم البرتغالي على إنستجرام فقط؟ مئة وثلاثة عشر مليون متابع نعم مئة وثلاثة عشر مليون متابع هل يوجد من يملك أكثر من رونالدو متابعين؟ نعم هو يأتي في المرتبة الثالثة بعد المغنيتين سيلينا جوميز والتي تملك مئة وثمانية وعشرين مليون متابع وأريانا جراندي مئة واربعة عشر مليون متابع الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى كان هذا الإيطالي جان لويغو بوفون حارس فريق يوفينتوس بوفون ساهم أيضا في صعود ناديه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا شونتيون ليغز الموسم الماضي أمام ريال مدريد أيضا الجائزة لأفضل مبدرب من تتوقعون كانت من نصيب مدرب الريال زين الدين زيدان الذي أحدث طفرة في أداء المرينجي وهذا هو زين الدين زيدان فاز بالجائزة بلقبين لدوري أبطال أوروبا والدوري المحلي بعد غياب خمس سنوات فضلا عن كأس العالم للأندية نعود إلى الصور جائزة أفضل لاعبة للكرة النسائية فكانت من نصيب الهولندية ليك مارتينز لاعبة نادي برشلونة والتي تسلمت جائزتها عن طريق الفيديو كونفرس لم تكن حاضرة هناك عشاق الكرة الإنجليزية أيضا يتذكرون جيدا هذا الهدف الرائع لنجم أرسنال أولوفيا جيرو والذي سجله بكعب قدمه في مرمك كريستال بالاس الهدف نال صاحبه جائزة أفضل هداف لهذا العالم أو أفضل هدف الصورة الجميلة التي سترونها الآن في هذا الملعب من ملعب سيلتيك بارك معك الفريق سيلتيك طبعا الأسكتلندي فقط جلبت جائزة أفضل جمهور لعشاق هذا النادي هذه الصورة التقطت في مايو العام الماضي عندما شكل نحو ستين ألف من جمهور النادي لوحة فنية رائعة داخل الملعب احتفاءا بالذكرى الخمسين لفوضي الطريق بالكأس الأوروبية في عام سبعة وستين اشتركوا في القناة